مرحبا بكم في قناة تحفة يوب ومدعف صنقات التفتيش على الحدود وطبعا إلى جانب تكتيف تطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية فشنغريحة حسب مختصين خير خليفة للراحل قيد صالح رحمه الله فقد تم الكشف أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن بشارة هيئة أركان الجيش في العمل بمخطط أمن جديد لتشديد المراقبة الحدودية المشتركة مع ليبيا من أجل صد أي محاولة تسريب أو هجوم وكان هذا الرد مباشر من اللواء شنغريحة الذي ظهر اليوم تزامنا مع الغارة المتوقع إجراؤها من الجيش التركي بليبيا فالجزائر تركز على منع تهرب الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر هناك تحديات عدل الجيش الوطني الجزائري الذي أظهر احترافية كبيرة وجاهز لها لردع أي شيئية مستسيادة الوطنية فتحركت أردوغان أزعجت الجزائر لأن المنطقة أصبحت متوترة أكثر بتدخله كما أن اللواء شنغريحة أمامه تحدي كبير وهو تصدي لكل محاولة زعزعة استقرار البلاد والجزائر لن يساعدها هذا التوتر الحاصل بسبب تركيا لأن ملايين المواطنين الليبيين العزل الذين لدم بلهم في هذه الحرب سيجدون الفرار إلى الجزائر أو الدول المجاورة كحل واحد من هذا الوضع لهذا الجزائر تعرف مصلحة ليبيا جيدا وأكدت أن الحوار فيما بينهم هو الحل الحل السياسي بالحوار ولا غير ذلك فقط سلميا وأن تدخل تركيا عسكريا سيؤزم الوضع على محاله شاركونا بأرأيكم في التعليقات كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا